يتأمل محمد سليمان مع أبنائه جدران المدرسة المتصدعة التي أصبحت خارج الخدمة كسائر المدارس في بلدة جنديرس وفي محاولة لحفاظ أبنائه على مستواهم التعليمي يسخر جل وقته لتدريسهم في الخيمة التي انتقلوا إليها عقب الزلزال الذي دمر منزلهم طفل بده يتعلم إجباري لازم نكمل مسيرة التعليم لأنه إذا ما كملناها بده يطلع جيل متخلف هذا هذا ما عاد نقدر نعتمد عليه بأي شيء لذلك لازم نحاول أنه نأمله ولو يعني مراجعة بحيث أنه يظلم يتذكر دراسته ويواضب عليها أوقفت السلطات المحلية الدوام الدراسي بهدف إجراء فحوصات هندسية على المدارس كافة وأحصت السلطات نحو مئتي مدرسة ما بين مدمرة أو متصدعة أو مهدمة جزئيا وأكثر من أربعين مدرسة تعرضت لتشققات بسيطة ولا تقتصر آثار الزلزال على البنية التعليمية على تضرر المدارس بل هناك آثار بعيدة المدى تتمثل بالتبعات النفسية على الطلاب وصعوبة التأقلم بعد الانتقال لمدارس جديدة تعمل المنظمات مجتمعة مع بعضها البعض وبالتنسيق مع مديريها تربيه في الشمال غربي سوريا لقيام بجلسات توعي وجلسات للكوادر التعليمية ولأبنائنا الطلبة من أجل تفادي خدوص الأضرار في حال لا قدر الله أصبح هناك زلزال أو هزات احتدادية قوية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عمل بعض المدرسين على نص بخيام كصفوف مدرسية وعملوا على تجهيزها ببعض المستلزمات البسيطة بسبب ضعف الإمكانيات تركنا بيوتنا نحن والطلاب كمان أغلبية الولاد تركوا بيوتهم وسكنوا بالمخيمات وحاليا نعم نكمل عملية التعليم بشكل تطوعي رأيثما تجي منظمة تأمنا مثلا غرف أو خيام تمام منشان نكمل عملية التعليم هذول الأولاد يأمل طلاب ومدرسون أن تتحرك المنظمات الدولية والجهات الداعمة لتنفيذ مشاريع ترميم سريعة للمدارس التي تضررت بفعل الزلزال ويحلمون بسرعة إعادة الحياة إلى صفوفها مجددا مع بداية العام الدراسي القادم هذه واحدة من المدارس التي كانت تعج بصخب الطلاب في يوم ما بيد أن الزلزال المدمر أحالها ركاما وغدت خاوية على أحجارها أحجار حملت ذكريات وأحلام طلاب رحل بعضهم وبقيت أسماؤهم على جدرانها شاهدة على الكارثة يمان السيد الحرة محافظة إيدليب